محمد عبد العاطي وزير الرأي قال ان مصر اردت مرونة في التفاوض لكن اثيوبيا ليس لديها الارادة السياسية للوصول الى اتفاق ده كلام محمد عبد العاطي كل الكلام ده موجه للدول الخارجية للمجتمع الدولي فين بقى المواطن؟ فين حد يطلع يكلم المواطن؟ فين حد يطلع يكلم الشعب؟ يقول له ايها الشعب العظيم حصل كيت وكيت وكيت يقول له ايها الشعب المظلوم المأهور على عينه المظلوم على امره احنا حاولنا وفشلنا او حاولنا ونجحنا حد يطلع يطم من الناس لكن مصدرين احمد موسى مصدرين بعض الاعلاميين مصدرين لميس مفيش مسؤول بيطلع يكلمنا ولما حد يطلع يكلم بيغلط بيقول احنا ما كناش عاملين حسابنا يعني وزير الرأي بيقول ابدينا مرونة وتقريبا ده التصريح رقم عشرة بنفس هذه الصيغة للسيد محمد عبدالقاطي وزير الرأي ابدينا مرونة طب يا سيدي انت ابديت مرونة انت ادتلهم صوابعك شمع انت اعملتلهم عجيني الفلاحة انت تحيلت ودحكت وهزرت وعملت كل حاجة لدرجة ان انت قلتلهم انا هعمل الفتحات على حسابي ومنجيبي ومنجيب المواطن وعلى حساب التعليم والصحة والمواصلات ومنجيب دافع الدرايب وهم ما وفقوش ليه ما تحركتش قبل سنة اتنين قبل شهر قبل اتنين ليه جاي تقولي الكلام ده خلال الشهرين اللي فاتوا ابدينا مرونة وهم ما وفقوش ابدينا حسن نية وهم ما رضيوش ابدينا مش عارف ايه وهم ما رضيوش طيب لما هما ما رضيوش وهم ما وفقوش ليه الحد النهاردة متمسك بخيار التفاوض حتى سامح شكري بعد الملء التاني بيقول لمندوب روسيا والصين احنا متمسكين برضو بخيار التفاوض رغم ان خيار التفاوض في مصلحة اسيوبيا الوقت اللي بيضيع في مصلحة اثيوبيا الدقيقة اللي بتمر في مصلحة اثيوبيا الدقيقة اللي بتمر بتحمي السد من اي تحرك ضد هذا السد